بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا يوم الحد ده يوم مهم عندنا ليه؟ ده اليوم اللي احنا بنحاول فيه نرتقي في سلم الزواج نرتقي من شوية الخلافات اللي ممكن تكون حصلة شوية المشكلات نرتقي واحنا مسكين في دين التوافق عشان نرتقي الى الرضا الزواجي ونصل بيه الى السعادة الزوجية لازم من الحاجات اللي احنا لازم نتكلم عنها حاجات بقت تحصل بيننا كتير والناس ما بيبقوش عارفين ايه السبب السبب اني خلينا اقولكم حاجة اني كسرة التعليم وكسرة تفهيم الانسان ان هو لازم يبقى واثق من نفسه ولازم يبقى انسان معتمد على نفسه ساعات بتعمل حاجة اسمها الشخصيات المستقلة الشخصيات المستقلة دولة الشخصية اللي تقدر تاخد القرار لوحدها وتقدر تعيش من غير اعتماد على حد وفي نفس الوقت الشخصية دي ممكن كمان تقدر تتخذ قرار وتحل مشكلات وتعمل الكلام ده كله بمفردها ايه مشكلة الشخصيات دي؟ الشخصيات دي بقى لما تتجوز بيبقى عندهم مشكلة انهم ينتقلوا من الانا الى النحن بيبقى عندهم مشكلة فيه صعوبة اساسية بتواجههم انهم ينتقلوا من الانا الى النحن والزواج ده انا ساعت بسميه زواج الكبار مش الكبار في السن لكن الكبار بمعنى كل واحد كبير في نفسه كل واحد مستقل كل واحد هو اصلا حياته قبل الجواز كانت حياة مليانة بتفاصيل فهو في الحقيقة برنامجه اليومي هيتغير ليه فلذلك هو كل واحد فيه هم مستقل فلما بيتجوزوا بيتبان شوية حاجات وعلى فكرة وممكن تبان تفضل المشاكل دي تتراكم وهم مش عارفين ايه سبب واحنا دايما بيقوله الناس ان المشكلات ما بتجيش كشف عن وجهها في الجواز لكن المشكلات اللي بيحصل بتبقى فيه مشكلات عميقة ما بتتعرفش غير في الرشاد الزواج فلو الشخصيات المستقلة بتبقى شخصيات مستقلة لان هي كمان عندها مرجعية يعني هو شخص مستقل وعنده مرجعية قوية من تمسك بيها بيظل الاندماج والالتحام والخروج من الانا اللي نحن بيبقى صعب يعني اصلا تخيل كده باحثة عندها قضوتها البحثية وعندها استاذها البحثي وواحد عنده مرجعيته الدينية وبيرجعوا فقصة بتبقى قصة صعبة قوي انه ما يحصلوا ويقدروا يندمجوا فلازم نعرف ان احنا في وقت كتير الناس بتبقى كده مش لازم بس في المسألة ان واحدة باحثة وواحدة كزا لا واحد في الحقيقة هو شايف ان اصرته من دياله باور كبير جدا جدا وهو قادر ان هو يكون مستقل فالشخص الاخر يجب عليه ان هو ينتسب اليه مش هو ينتسب الي الشخص الاخر كتير قوي بيحصل بقى عندنا بنشوف ده كتير قوي 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 في الشخصيات اللي عندهم زي ما يقولوا كده ايدولوجيا يعني ايه ايدولوجيا عندهم فكرة صلبة بيتمسك بيها ومش قابل النقاش فيها وخاصة لو كان الكلام ده تمرتبط بقيم دينية بياخدها بشكل مفوش تفاهم مفوش نقاش ايه اللي حاصل بنلاقي الناس دولا واحد متمسك بشدة جدا جدا بفهم ممكن ما يكونش صحيح للقوامة وهي متمسكة بمفهوم شديد جدا جدا في مسألة مراعاة المرأة والحفاظ عليها تخلي اتنين دولا وهما بيتعاملوا مع بعض هيتعاملوا ازاي حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بابي هو امي كان عارف مواطن الاختلاف وخلي بالك الاختلاف والتنوع دوة شيء ممكن استثماره يضيف قيم اضافية في البيت يعني ان كل واحد يبقى مستقل وكل واحد يبقى ليه شخصيته اه العبارة اللي بتتقالي هنا بقى كل واحد ليه شخصيته فايه اللي بيحصل فكل واحد فيه افكار سلبية هنا افكار مكذوبة اللي هي افكار مكذوبة دي ان كل واحد فيهم يحس ان هو لو ان هو حاول بقدر الامكان ان هو يندمج مع شرك حياته ان هو بيفقد شخصيته وبيذوب ويتماهى عشان كده يحصل التوافق بينهم ده محتاج عشان يبعدوا شوية عن اعتقاداتهم ويبتعدوا شوية عن صورتهم لنفسهم عشان يقدروا يكونوا متلحمين والمشاركة هي البديل الفعال لاخراج احسن ما في النفس لازم الناس عشان تخرج احسن ما فيها لازم يشتركوا وبالطريقة دي ده بدل الناس القيم والاخلاق ويتبدلوا كمان القيم الاضافية في البيت لكن لو كل واحد شايف ان القيم وهي التي يجب ان تسود في البيت البيت عاي يبقى كله عناد وكله نكد في كتير بقى ما بيبقاش فاهمين ان العناد والنكد ده سبب الشخصيات المستقلة فلما بيكون في طرف ناقد عشان هو مستقل يعرف الصح من الغلط ولازم الناس تمشي على السيناريو اللي حطه لان هو بيعرف الصح والغلط وطرف دايما يحكم على التاني بتحول للشخص التاني اللي هو الشخص المنتقد الى حالة من حالات العدوان السلبي يعني ايه العدوان السلبي؟ يبقى عنده استعداد مبالغ فيه للتمرد انه يتمرد على شرك حياته والتمرد ده بيحصل سواء بعنف او بغير عنف ممكن يحصل التمرد بعنف فيبقى فيه عصبية وفيه تجاوز وفيه عدوان واحدة يقول انت بتحكي كأنك انت بتحكي اللي في بيتنا صح؟ لان في بعض الاحيين الناس كتيرة بتخاف يعني مثلا رجالة تخاف ان يبقى بنجاوز شخصية مستقلة يبقى يقلق جدا يقلق جدا ليه؟ لحسن يبقى جوز الست يعني ايه اللي انا بقولها حاجة يعني ايه تكسرت كلامي؟ ومالعبقى راجلي ازاي لو هي كسرت كلامي؟ وهي تقول يعني ايه هو ياخد القرارات بدون ما يرجعني؟ ده هو لازم في كل حاجة يرجعني في كل صغيرة وكبيرة وما احنا مجاوزين بعض يعني ايه؟ بس هي بتبالغ في ده وهو بيبالغ في ده فممكن شرك الحياة اللي بيتم الانتقاد يمارس حاجة اسمعها العدوان السلبي يبقى يصمت صمت العناد والمكيدة هو عارف ان الصمت ده بيخلي شرك حياته ولع يبقى هو يسكت ويبقى ساكت كده وساكب شرك حياته ولع وهو لا على حام ولا بارد طب ايه ده؟ بس هو ده مش ده اللي قاله حضرت النبي ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء الشخصيات المستقلة اللي ما نكحوش انه هم يكونوا نحن بتلاقيهم لما بيخرجوا ما يعودوش جنب بعض اما انا ممكن ادخل اي مكان كده واشوف المتجاوزين واعرف مين منهم فيهم الشخصيات المستقلة هو الاستقلاله على فاكرة بالمناسبة الاستقلال ده مفهوم ايجابي لكن استعمال الاستقلال هنا بيكون بطريقة سلبية وزيك انا بحب اسميه جواز الكبار او جواز النجوم كل واحد نجمي كده في نفسه فما عودوش جنب بعض ليه طيب ما عودتاني لحس انه لما يقعد جنبها او هي تقعد جنبه ويخصمه من بعض او انه هو لازم هو يبقى هو محط الايه؟ محط النظر يبقى ايه اللي حصل؟ ما يتكلموش ودايما يبقى ومش بصيل لبعض وكل واحد يبقى مشغول بنفسه او مشغول بنبايله وهو عايز ايه؟ عايز انه حاسس ان شريك حياته ما اهتمش به وعايز ان شريك حياته هو اللي يبدأ بالاهتمام به ولازم طول الوقت يبقى حاسس انه هو على حق الشخص المستقل او الشخص اللي هو الزوج الكبير ده بيبقى دائم الانتقاد ومش بيحس انه هو كده بينتقد في بعض انماط الشخصيات زي نمط في انيا جراون كده نمط اسمه نمط النمط الاول اللي هو بريفكشانيست اللي هو الساعي الى المثال عنده منطقة عامية كده اسمها منطقة ايه؟ المنطقة العامة اللي عنده هي منطقة الانتقاد وزيك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ما أخوي أربعين إلا اخترى إسرهما ما لم يكن إسما وعلمنا حضرت النبي صلى الله عليه وسلم اننا ما نكونش للشخص ده قال لا ترى القذاتة في عين أخيك وتترك جزع النخلة في عينك الشخص المنطقة بيعمل كده هو شخص دايما مستقل وشايف انه هو على حق انه هو من حق انه هو يقيم الناس له للوق وبيقول لنا طبيعي اننا اعمل كده عشان أقبل فكرة لازم أقيمها وأقيم صاحبها كمان مش أقيمها بس أقيمها وأقيم صاحبها فيحسب الله شقاق ونزاع الأشخاص المستقلين جاهزين لمعنى الشقاق وده معنى أشد من معنى الاختلافهم ومش بيختلفوا هم يأخذوا الخلاف إلى أن يجعل البيت وكأنه قد وقع فيه شق كل واحد واخد البيت في ناحية ولو الطرفين مستقلين عايشين مع أسرة الزوج أو أسرة الزوجة كل أسرة هتتدخل عشان تنصر معاييرها آخر حاجة بتوجع في الانتقاد هو التفكير الأعور يعني التفكير المنطقة ده بتاع التفكير المستقلين دولا اللي هم مش المستقلين هو الكبار اللي هم دايماً بيأخذوا وبينظروا المسألة من جهة واحدة بس إنه يفكر تفكير أعور يبص المسألة من عين واحدة بس بس حاضة النبي أرشدنا إلى شيء مهم جداً لا يؤمن أحدكم حتى يحب لي أخي ما يحبه لنفسي عايزة تشوفها الحاجة لازم تشوفها بالعينين أشوفها من عيني كزوج ومن عينها كزوجة تشوفها من عينها كزوجة وتشوفها كمان من عينها كزوج بس هم لغاية دلوقتي ما نضجوش ولغاية دلوقتي ما عاشوش الحياة الزوجية بشكل حقيقي تحس إنهم مجوزين كأنهم لسه بيتعرفوا على بعض بيعملوا كأنهم بينقروا من بعض كمنقرة إيه؟ منقرة الناس اللي لسه بيتعرفوا على بعض فبينكشوا بعض ما شفتش في حياتي تطبيق أفضل للحديث ده لو لا يؤمن أحدكم حتى يحب لي أخيه ما يحبه لنفسي قد تطبيقه في البيوت لأن المؤمن من أمينه الناس والتطبيق العمل اللي إيمانه وأن أنت تكون أمان لغيرك المؤمن ومن أمينه الناس فأفضل طريقة لتطمين الآخر وأن أنت تضع نفسك مكانه وتتمنى له اللي أنت بتتمنى النفسك الشخص المنتقد ما بيعملش كده الشخص المنتقد ممكن يحب الناس اللي يحبه لنفسه فيقول لا والله أنا أحب له أنا أحب له برضو حاجة كويسة قوي أنه يبقى إيه؟ يبقى زي يبقى زيك؟ ها أنا أحب أنه يبقى كويس يعني إيه يبقى كويس؟ يبقى زي أحبه يبقى زي ولذلك بيبقى الزوجة المنتقدة أو الزوجة الكبيرة عندها سكريب جزها لازم يمشي عليه وهو يبقى عنده صورة لازم يدخل الزوجة في الصورة اللي هو بريها دي بس أنت كده وانت بتعمل كده وانت كده وانت بتعملي كده أنت محطتش نفسك مكانه أنت خليت نفسك النموذج الأمسة وانت كده المفروض أنه يجي مكانك مش أنت تحط نفسك مكانه وده وانت مش التزام بسنة الرسول الله سلم الأمان مش أنه يبقى زيك ولا يبقى زيك الأمان أنه هو يحس براحة البال يحس بشرح الصدر وأنه مش خايف عايز في حياة هو مش حاسس أنه هو تحت الميكروسكوب ولا أن حد بترصد به هو مش قاعد عشان تتحسب عليه أنفاسه وأن فيه شيء إضافي بيتحط في حياته ومش بيتخسم منها ساعة ما يحس أنه فيه شيء إضافي بيتحط في حياته وأن شريك حياته عايز يطلع أحسن ما فيه مش يطلع أسوأ ما فيه هو بيحس أنه سعيد لكن مع الشخص المنتقد المنتقد بيشوف نفسه الأصل واللي عليه محور الحياة الزوجية والشخص اللي بينتقده غلط فلازم يغير نفسه مش أنه هو اللي يتغير لا لازم يتغير نفسه للأسف الشخص اللي بيحس أنه دايما بيتم انتقاده اللي هو الشخص التاني الطرف الآخر مع الشخص اللي هو بيمارس عليه الانتقاد وأنه مش مقبول بيبتدي يتمادى في الغلط وممكن يعمل حاجات ما كانش متصور أنه هو يعملها في يوم من الأيام ويباير التغيير السلب اللي بيحصل له ده أنه هو لسه محدش عارفه وبعدها يبتدي يعمل أشياء بسميها أنا الاستبياع الزواجي يستبيع بقى في الاستبياع الزواجي بقى لما واحد يحس أنه منتقد بيحصل خلاص بقى وده بيحصل بالذات في الجواز بتاع منتصف العمر أنا عارف أنه فيه ناس أتقوله أيوة لما حد يمر بمقزمة منتصف العمر يشوف العالم بقى يبتدي يكتشف عايز يشوف عالم آخر بقى يخرج من عالم الانتقاد ده ويشوف عالم آخر ويبقى العالم الآخر ده تعلم مسحور ويبتدي ولأنه طبعا وضع المادي بقى أحسن من وضع ما امتدى الجواز ويبقى عنده شبكة علاقات أوسع فيبقى فرصة الانحراف وفرصة عمل الأشياء مش إيجابية كتير ولأن الراجل بيحس أنه عايز يحس أنه بطل احتمال كبير الشخص اللي مستني برة الإنسان اللي مستني برة أو الإنسان اللي مستني برة عشان يلتقد ده لو قاله كلام يحسسه بيه إن هو بطل أو إن هي ست ما فيه زيها احتمال كبير بيبقى فيه خطر كبير قوي وعشان كده لو تم ما يسمى بالاحتواء البديل البيت بيخرب وعشان كده ما ينفعش نلعب الجيم ده مع بعض وهو ما ينفعش إن الشخص ده يعتمد على إنه هو ولما تيجي تقوله يقوله لا أنا بتعامل بفردانية آه بس أنا واثق في زوجتي أنا بتعامل بفردانية آه وأنا واثقة فيه لا بس كلام ده ما ينفعش الفردانية دي كمان بتبقى خطر قوي قوي لو الشخص ده اللي هو المستقل ده كمان ملتصق بأهله بأسرة المنشأ أو هي من ملتصق بأهله بأسرة المنشأ طب إيه اللي يحصل فيه مشكلة بقى إيه المشكلة إن فيه إحنا عايزين نخرج من ده كله عايزين نتخلص من هذه الأزمة أنا عارف إن في كتاب من الناس منكم دلوقتي بتقول أيوة كده أيوة لو سمحتوا وكلمونا عنه وجعنا نعمل إيه عشان نخلص من ده بقى أول حاجة إحنا لازم ببساطة خالص وإحنا بنحط الإجراءات دي لازم نستحضر حاجة مهمة جدا أنتو أزواج مش أعداء آه بس هي اللي ابتدت أي حد ابتدت بس أنتو أزواج أنت ساتر وغطى عليها هي لحمك ودمك حتى لو أنت مستقل إيه وها تكون فتنتها وإيه وها تكون هي كمان فتنتك فلذلك إيه اللي حاصل أنتو ناس مستقلين مستقلين يعني تقدر أهو هنا بقى مستقل يعني تقدر تعمل قيمة إضافية لزوجك تقدر تعملي قيمة إضافية لزوجك وتقدر أنت تعمل قيمة إضافية لزوجتك وليس معنى المستقل أن اللي عايز يسعد ييجي يقعد معايا ويقعد في مكاني هو ده مش حقيقي ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحبش أمدا الناس اللي بتتعمل ده لأن ده أتوى العزو بالله كبر لأن الكبر غمط الناس وبطر الحق هي شخصية مستقلة وكتير أسأل الأزواج وبالنسبة لك أن هي شخصية مستقلة ده شيء كويس ولا شيء وحش ما يعرفش لأنه لما هي بتتحمل مسؤوليته ومسؤوليتها في نفس الوقت عشان هي شخصية مستقلة فبتقوم بدور الأم وبعض أدوار الأب طبعا عملت كده عشان شخصية مستقلة إزاي بقى انطلع أحلى ما فيها إن الشخصية مستقلة دي تبقى حكيم تبقى كأنها مستشار وعشان كده أول إجراء لو سمحتم اجلسوا مع بعض كل يوم وكل واحد فيكم يتحول إلى مستشار للتاني ما تخطأوش بعض لكن يبقى الكلام اللي بيننا آه أنا شايفة لو إنك أنت عملت ده يكون أحسن يبقى ده أول إجراء الإجراء التاني الزواج يا سيدي لازم يبقى مستقل عن العائلتين يعني ما ندخلش العائلتين هم مش مستحملين أصلا هم أصلا كده وهم في حالة صراع فالعائلتين اللي يجب أن هم يتجنبوا لما يكون الناس المستقلين مش هايفين يتفاهموا مع بعض يبقى أول حاجة ببساطة كل واحد فينا يتحول إلى مستشار للآخر ونبقى إحنا عارفين وده ما يحتاج إن احنا في الأول خالص وده إجراء مهم جدا جدا إن كل واحد فينا يعترف للتاني إن هو يحتاج إلى إن شرك حياته يحس إن هو مستقل يحس إن هو مستقل يعني إيه إن هو اللي هو رأيي له وجهة نظر بيفكر فنبطل تسفيه الأراء يبقى أول محزور ما يتدخلش الأهل تاني محزور نبطل تسفيه الأراء ونتفع على ده نصارح بعض ونقعد كده نقعد كده ونصارح بعض تالت حاجة نبعد عن تدخلات الأهل قلنا نبعد عن تدخلات تالت حاجة التوقف على الانتقاد يبقى نبتعد عن تدخلات الأهل نبتعد عن تسفيه الأراء نبتعد عن الانتقاد حتى على الأقل لغاية ما كل واحد فينا يحس بان التاني دوت مهم رأيه بالنسبة له رابع حاجة والاجراء المهم جدا نتعود على ان كل واحد فينا يمتني ويقدر التاني ويقدر افكار وده شيء مهم جدا لو ان احنا لو ما عملناش ده ايه لا يحصل واحنا بنعمل الكلام دوت حتى في جلسات الارشاد الزواج نفسه بنقول لهم لو سمحته وعمل حاجة كويسة دلوقتي في الجلسة ممكن حضرتك تنتنيله لو سمحته يا عملت حاجة كويسة في الجلسة امتنيلها وبندلهم ان هم لازم يمتنوا البعض ولذلك احنا بنقول في السياق ده لازم في الحالات اللي زي دي في حالات وجود المستقلين دولة لازم يمتنوا البعض على اقل من ثلاثة لخمسة لسبعة مرات في اليوم طب ده يعمل ايه يحس ان هم في الحقيقة انت مش بتهدر حقه انت مش بترقيه مش بتضيعه الاجراء القبل الاخير لازم يعودوا مع بعضوا كل يوم يتكلموا عن حاجة تانية غير الانتقاد تكلموا عن ايه عن المستقبل والسعادة اخر اجراء لازم يعملوه ان كل واحد فينا لازم يتفقد التاني يعني ايه يتفقد التاني يتطمن عليه يتطمن على مشاعره يتطمن على احواله يتطمن هو حسس بايه يتطمن هو عنده مشاكل ولا لا يتطمن عليه التطمن التطمن ده هيوصل طمأنينة الى قلبه ولو حصل هو في الاخر خالص هيروح حاطة السيف اللي هم طلعوا وشهره في وشه في وشها هيحطه في غمده وهي كمان هتلمد وفرها ونبتدي نتعامل مع بعض كشركاء في الحياة وكأحباب وكأصدقاء وكل واحد فينا يبقى قيمة اضافية للتاني بس ده لما نتطمن ونحس ان احنا في امان احنا محتاجين ان نحسس شريك حياتنا او كان مستقل ان هو شخصيته دي دي افضل اختيار لي لازم يحسسها ان هي كانت افضل اختيار وهي لازم تحسسه ان هي كده بتحتمي بي لما يحصل ده احنا نحس بامان لما يحس ان هو بطل وتحس ان هي اميرة ساعتها كل واحد فينا هيبقى عمل اهم معيار من معايير الايمان لا يؤمنوا احدكم حتى يحب لاخي ما يحبه للنفس المرأة تحب للزوج ان هو يكون بطل والزوج يحب للزوجة ان هي تكون اميرة وساعتها هنبقى منطبق حديث رسول الله ويدخل لبيوتنا الرحمة والمودة وربنا سبحانه وتعالى ياخد بايدنا الى التوفيق والى التوافق ومنه الى السعادة يا رب العالمين ارهمنا رشدنا حتى نكون اقوياء حتى نتخلص من مساوينا ونخرج احسن ما في الشركاء واحبابنا وازواجنا يا رب العالمين بعد الفاصل ننتقل بحضراتكم عشان نجيب على اسئلتكم مباركة ولكن بعد الفاصل رجعنا رجعنا لحضراتكم ومعانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بن نامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها اسئلتكم ومنخصص له وقت عشان نجاوب عليها واسمحونا نبتدي بأول سؤال معانا معانا الأستاذ نبيه أستاذ نبيه أتفضل يا أستاذ نبيه مساء الخير يا سيدة الفضيلة الشيخ مساء النور والبركات والفتح الله يخليكم يبارك فيك سؤالي بسيط ما مصير الشبكة في حالة الخلع مصير الشبكة في حالة الخلع صح صح كده طيب صح يا فندم طب انتوا اتفقتوا على ايه ما اتفقناش ما اتفقناش على حاجة أنا باتكلم على الشرع ما أنا بقولك ما لا لا اللي بسألولك ده بسألوه للشرع طب انتوا الشبكة دي هيخدت الشبكة كلها هي هي دلوقتي تزوجت سنة واثنين وطلبت الخلع والشبكة معها ففي الحالة دي هل تردها كجلة ولا لا حاضر اكلم 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 طالما انه دخل عليها اكلم حضرتك كيف انت بسوا جماعة الخلع الخلع عندنا هو ان تفتك المرأة نفسها بمال يعني تشتري طلاقها بمال يعني تدفع مقابل ان هي تطلق وزيك بيسموها كده تفتك نفسها فإن اللي حاصل فتفتك نفسها الامر اللي صار عليه القانون مثل ان هي ترد ايه ترد الصداق وبما ان احنا جعلنا ان الشبكة جزء من المهر والصداق فيتردها اذا كان ده جزء من المهر والصداق اذا كان هم اتفقوا على ان الشبكة جزء من الصداق وجزء من المهر فيتردله الشبكة اذا كان هم اتفقوا لانه ممكن تخلعوا على اي شيء تاني تخلعوا على ان هو تردله بس مؤخر الصداق فالشبكة اذا هم اتفقوا على انه يختلعوا وتردله الشبكة كمان ماشي اذا كانت الشبكة هي المهر بس فيتردله الشبكة باعتبار ان الشبكة هي الصداق اللي هي تدفعه عشان تخرج به من الخلع خلي بالكم احنا بنكلم عن الخلع مش بنكلم عن الطلاق على الابراء الخلع ده لازم هي بتدفع شيء عشان تصل الى الطلاق منها ان هي تتنازل عن صداقها اللي هو مؤخر الصداق او ان هي تتنازل عن الشبكة او ترد الشبكة اذا كانوا اتفقوا ايه هو ما دفعش الصداق وما عملش مؤخر الصداق بس الشبكة كانت هي الصداق فتردله الشبكة باعتبارها ترد الصداق ده بهذه الدقة لازم يكون الامر بهذه الدقة معانا ام يوسف تتفضل عليكم السلام عليكم ام يوسف تفضلي ممكن يا ام يوسف بعد اذن حضرتك يا ام يوسف تبس توطي التلفزيون وتسمعيني من التلفون تفضلي يا ام يوسف ماشا ماشا يا حضرتك الشيخ تفضلي كل سنة وحضرتك طيبة وكل من تحبين وكل الام المسلمة الله يبغلنا يجعلها نزل حسنتك يا رب يا رب ان شاء الله تفضلي انا عندي بس معاش الشيخ كم سؤال الله يبارك لك تفضلي اول سؤال انا حلمت بسيدنا محمد مرتين طيب عليه الصلاة والسكال السلام بس انا اول ما حلمت حكاتي باللي حصل كله يعني كده بيقول لي كده ما ينفعش ان انت كنت حكاتي وكده يعني طيب السؤال التاني السؤال التاني انا معايا عيالي واحد في قولها ابتدائي وواحد في تلتا ماشا بس انا بيصالوا معايا في البيت مش برضه وديهم الجامع عشان بعملوا المشاكل طيب انا انا محرم علام ساعة الجماعة لا السؤال التالت السؤال التالت ان انا بقى اقرأ صورة البقرة كل يوم مم وبعدين وقالي عمران يوم كده ويوم كده ينفعص الله يعني اجراءهم مرة واحدة هما الاثنين طيب اجاوب على حضرك فيه سؤال رابع ما يبارك لك يا شيخ طيب شكرا يا ستي اول حاجة حلمك كونك حلمت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فالحلم بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ورؤية حضرة النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأيتي على الوصف المعروف فخلاص دي بشرة ان شاء الله فدي بشرة ان شاء الله كونك بقى حكيتي حسب انت حكيتي ليه النية بتاعتك بتاعت الحكاية حكيتي وانت فرحانة ان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وتحدسي بفضل الله عليك اه لا ده ما فياش حكي لكن كنت تحكي وانت بتتباهي هو ده اللي بعض الناس بيحذروا ان انت بتحكيش بيها عشان ما يبقاش فيه نوع من انواع التباعي ونوع من انواع الكلام عن اشياء ممكن يكون فيها مبالغات ولا اي شيء من هذا القبيل فاذا انت حلمتي وحكيتي ما عليكيش اسم السؤال التاني هل عليك اسم ان انت منعتي اولادك اللي فسأول ابتدائي والفسأل ده ابتدائي ان هم يصالوا في المسجد لا لان صلاة اصلا مسجد حتى للكبار هي سنة مؤكدة فيبقى انت ما عليكيش اسم ان انت كده مش منعتي يعني انت خليتي اولادك يصالوا في البيت ما خلتهمش يصالوا في المسجد انت بتقولي عليها لاي اسم ان انا ما ربيتش اولادي على انهم يصالوا في المسجد ابدا بس اهم حاجة انهم يصالوا ويمكن ده يخليهم فاهمين ان صلاة الجماعة الراجح فيها ان هي سنة مؤكدة الامر التاني انا بنصح حضرتك ان انت تعليمون بعض اعضاب المسجد وان هما ينزلوا برضو ويصالوا في المسجد مع والده السؤال الاخير انت بتقولي هل ينفع ان انا اصلي البقرة وقال العمران مرة اقرأ البقرة وقال العمران في يوم واحد ياريت لو عملت كده يبقى حاجة مهمة وحاجة جيدة جدا جدا لان دولا السلطين دولا بالذات بيأتياني ينافحاني عن الانسان وهو يتعرض للفحات النار يبقى اذا انت لو فعلت دوت من اعظم القربات ان شاء الله وربنا يعينك واكتب لك الخير او السداد والرشاد معانا السيدة المؤمل تتفضل عليكم السلام ورحمة الواقعات والمؤمل تفضلي اه حضرتك انا كنت اه عاوزة يعني اه اسأل على بالنسبة للموضوع اللي بتتكلم عليه النهاردة اللي هو التنفر في الزواج طي اه حضرتك انا متجوزة يعني بقى لي كده تلات سنين بالضبط مم الاول الدنيا كان اتمام كويسة هو شخص بيبقى الله سنكم كام سنكم كام تمانية وعشرين وهو تمانية وعشرين برضي في نفس السن في حد فيكم فريق عن التاني انا اكبر تلات شهور طيب وو كذلك ها هو شخص بصراحة يعني بيبقى الله بيخاف ربنا ولكن ولكن كلامه كل انتقادات بالضبط كده ليه بقى عارفة ليه بقى ممكن اكون انا غلطانة في حاجة بس ما تحب اقول هلك اتفضل الانتقاد بتاعه هو انتقاد لانه حاسس ان انت بتقومي معاه بدور الام انت عندك صورة مسلة للزوج انت شخص مش تغير شخص زكي وشخص شخصيته مستقلة فايه اللي حاصل فانت دلوقتي دايما بتعملي ايه دايما بتوجهي ودايما بتقولي انا عايزة سعده يبقى احسن فبتقولي ان هو كويس فبتقولي له كده فانت بتنتقديه هو بيقابل الانتقاد بتاعك بالانتقاد وحتى انت بتحس ان هو بيتلككلك لان هو حاسس عارف حاسس بايه اقولك وتخديها وتفكري فيها هو حاسس ان هو مش بطلك التعبير العام اللي احنا بنقوله على ده ان هو حاسس ان هو مش مالي عينك فانت لو حسستي ان هو له قيمة في حياتك وحسستي ان هو نعمة من نعم ربنا عليكي زي ما هو لازم يحسسك ان انت نعمة من نعم ربنا عليه ده وقت عيحس عيوصله لده هو حاسس ان انت بتعمليه كأنه ولد ابن فدايما بتعمل معك بتمرد تمرد اللي بيتمرد على امه فاماني طيب استاذة املت بنعمل ايه تخفي انت من الانتقاد هو عيخفي من الانتقاد طيب و ايه اللي حسن و ايه كمان تحاول يتكلميه تعملي بقولي تعالى ادفع بالتي هي احسن وتحاول تعملي بقولي تعالى و اقوله للناس حسنة و انت حاول تعملي بقولي صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة تكلميه كلام طيب انت اتقوليه والله انا ما بعملش حاجة لانا بقوله انت كويس اوه بس ان ايه اللي انت عملته ده من الصح و انا غلطانة ان انا بقوله ان ان ده من الصح دانا بحبه دانا بقوله كده كمان عشان ان انا ساعده انه يبقى احسن لا ممكن ما تعمليش ده و تنصحيه بطريقة اخرى خالص ايه رأيك لو اني اعملنا الكلام ده ايه رأيك لو ان الكلام ده هل ده مناسب لك كل الكلام بهذه الطريقة هيساعده على انه يتقبل النصيحة بشكل صحيح استاذة اسماء تتفضل وعليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعمة وفضل الحمد لله نعمة وفضل الحمد لله بص حبيك انا عندي كذا سؤال باختصار انا والدتي عندها 62 سنة هي حاليا تزوجت بعد والدي وانفصلت وده زوجت شخص تاني اخر عايش معاها اللي هو حضرتك كل يومين تلاية يرملها خمسين جنيه واصلوبه واشش بس اللي هو ايه كل ما يكلمها يقول لها مفيش 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 تمام ادي سؤال ثاني حاجة انا كنتم طبعا انا معرفتش السؤال للوقتي انا انت عايزة تقوليلي هل اللي بيعملوا ده تصح والغلط او ولا انت عايزة تسأليني اسمعيني بقى اسمعيني ده استاذ اسماء ولا انت عايزة تسأليني اصلا ان ماما وهي في السن ده ينفع تتجوز مرة واثنين ولا لا انت عايزة تسأليني اني سؤال هي حضرتك وفي سبب ان هي تزوجت لأسباب كتير اخرى ان هي بعد والدي مفيش حد ان هو طبعا ماينفعش ان هي تعيش معي اخويا من بعد والدي توفى ما كانش بيصرف علينا ولا كان مسئول عننا كل واحدة مننا تزوجت وشافت بيتها وانا كنت صغيرة كنت بشتغل انا وامي بجاجز نفسي طيب ده السؤال الاولاني هل ينفع اللي هو بيعمله ده ولا لا السؤال التاني تمام السؤال التاني ان انا تزوجت وحصل انفصال ومن زوج الاولاني جبت ولد وحالان دلوقتي متزوجة ومعايا من الشخص ده ولد وبنت تاني حضرتك كل اخر شهر بيجي مثلا احنا لينا مطاري في البيت يجي يقول لي اصلا مفيش اصلا انا علي وانا علي وانا علي طيب انا كنت الاول بشتغل قبل ما يتجوزني كنت بشتغل وكنت عايشة في بيتي وانا وامي ومشاركين الدنيا وكده هو كل ما يلاقي دلوقتي حد بيدي الابني الفلوس والفلوس دي معي اه يفضل يقول لي مفيش هاتي من معيكي هاتي من كذا هاتي من كذا هل الفلوس ابني اللي انا بطرفها في البيت دي وإحنا كلنا بنكل من الاكل اللي احنا بنجيبه هل دي كده غلط قال اهو ربنا هيحسبني على الفلوس دي طيب ده السؤال التاني حضرتك عايزك تدعي لي وتدعي له ان هو ربنا يهديه وصلح لنا حنة انا والله يا ربنا يجرح صدرك ويريح بالك ويجمع بينكم على الخير انا بطلي وبطع يا شيخ بس هو زوجي والله العظيم بعمله بما يرضي الله يعني حتى المعاملة العشرية معاملة ربنا براي ربنا فيه براي ربنا في البيت حتى ينفض مني ويتكلمني كلام مش حلو كل يومين والتانية لو يسبب الزين ويزعق لي شخص الله العظيم انا عملت لك ايه الكل ده يعني انا انا اخدته من غير اي حاجة طيب احجابه على حضرك يا استاذ اسماء اول حاجة ان والد اول ان ربنا سبحانه وتعالى يولف ما بينكم ويوسر حالكم يوسع رزقكم ويجعلكم ان شاء الله في قلفة ويرقى قلبه عليك ويسعد بيته اولاده اولاده عنده اتنين البيت فيه اولاد فان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يوسع عليه ويزيده حكمة ويزيده ويزيدكم الفة ويزيدكم محبة ويجعلكم اقرب ويجعلكم اكثر اقبالا على الله سبحانه وتعالى ويجعل هذه الايام ايام مباركات تكون فتحة خير وتفتح عليكم كل ابواب السعادة يا رب العالمي بالنسبة لولد اتحددك لا ما ينفعش ان هو يعمل معاه كده جواز يعني جواز جواز يعني يديها اللي يكفيها ويبقى مصيبة ان هو يكون متجوزها حتى لو هي عندها 62 سنة هزم الصحيح فلا يجوز شرعا ان زوج زوج ام حضرتك ان هو يعمل كده لا عليه ان هو يعطيها ما يكفيها حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال اخذي ما يكفيك والدك بالمعروف بأساس ان ينفق عليها ما يكفيها خلاص والله سبحانه وتعالى يقول ينفق ذو ساعة من ساعة اذا كان هو عنده ساعة لا ما ينفعش يبقى حرام عليه ان هو يضايق عليها اي راجل لا هو سمعني اي راجل سمعني اي حد عنده ساعة وبيضايق علي اولاده هذا واقع في الاسم لان ربنا امره ان هو ينفق من ساعة مش يضايق علي اولاده الحياة التالتة هو السؤال اللي سألتيه عن زوجك ان هو انت لو انفقت من الاموال اللي بتيجي لأولادك انت قصدك لو حد ادى لأولادك والدتك ادى لابنك اي حد ادى لابنك ان انت لو انفقت من ده يبقى حرام بالعكس انت كده ربنا يبركلك وربنا يجعل ده في ميزان حسناتك ان انت بتحافظي على البيت وقوام البيت لكن انت بتقولي بقى هل ده قد يعني يرض ربنا ان هو يضغط علي ويخليني الفلوس دي الفلوس اللي هي جاي بقى الفلوس اللي جاي لابن دي بتاعت الابن كون الفلوس دي حد ادهالك انت بس عشان ما يكسفيش ادهال ابنك يبقى خلاص الفلوس بتاعتك دي انت لو انفقتيها هيجب عليك ان انت تنفقيها في البيت ولا الفلوس دي بقت فلوسك لا الفلوس دي بقت فلوسك فلو انفقتيها في البيت انت صاحبة فضلي بنت أصول لازم تقدري ولازم يمتني إليك ولازم يقولك جزاك الله خيرا ان انت بتساعديني ومساعدة الست للراجل في جزا لا هي عيب لكن هي في النفس الوقت هي مش واجب عليها طب هي لما تعمل كده ايه اللي حاصل يبقى هو يقدرها ويحترمها احنا في ظرف اجتماعي وفي ظرف اقتصادي الان يحتاج كل واحد يتدفر مع التاني بس لازم نمتني لبعض لازم نحترم بعض لازم لما هي تنفق من مالها ييجي حد يقول لها شكرا على انك انت عملت ده لان ده فضل منك ما يحسساش ان ده مكتسب وان ده واجب عليها وهي مش متفضلة لا هي متفضلة انت مفروض تنفق على البيت طب واذا ما انفقتش على البيت وانت قادر تنفق عليه يبقى انت قاسم لان من اعظم الاسم ان يضيع الرجل من يعول طب هي اذا ساعدتك يبقى هي متفضلة طب واذا عملت كده نعمل ايه نمتني المسائل كلها واضح عشان بس المسائل تكون ايه ما فقاش اي الاخبط معانا امو مريم تتفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نفضل حركة انا عادة اطفل واسأل على ان زوجي ما يصليش وهو فينه كتير يعني دخل على ستين كده طيب حضرتكت ما بيصليش وكذا مرة كلموا على موضوع الصلاة بقولوا صلي صلي على عنده مرض يمنعه من الصلاة ما عندوش اي حاجة ما شاء الله يعني هو كويس جيد بمزال فل بس ما تعرفش حضرتكت ما فيجو راقعتين الصبح هم اللي صليهم يعني هو بيصبح بس بيصبح بس وخلاص على كده ما فيش بقى ما يكملش وولادي ماذا مثلا ايه وولادي بقى قولهم صلوا عشان مش عايزهم يطلعهم زيه هتلاح يا حضرتك ايه البنت الصغيرة المهم هبضوا ما بيصليش هم هم بيصليش اعمل ايه لا اكلمتوا كتير وبعدين حضرتك كل ما يتعصب يعني اعوذ بالله يتبني بس اعوذ بالله اعوذ بالله والحمد لله رب العالمين هقولك تعملي ايه يا فاندي هقولك تمام هل في حد قريب منه ممكن يكلمه كلمتوا والله لا 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 سيبنا منك حضرتك هو شايف دلوقتي ان انت مش على اخر الزمان عاد بيينيه ان هو مش حكيم ومش عاقل ومش متزن ومش بتاع ربنا قدام الاولاد فهو سيبك انت منه لان فيه رجالة بيتكلس وفيه ستات بتتكلس على موقف قديم خدوه من بعض ان انت محنتش عليها وانت محبتنيش وانت اصلا مقدرتنيش ويفضلوا متكلسين ويفضلوا على هذا الحال نبعد دلوقتي عنكم ان احنا بنبوست دلوقتي انت عايزاني احل مسألة الصلاة بتاعته انا مبحلش دلوقتي المشكلة الزوجية اللي بينكم دلوقتي فيه حد بيحبه فيه حد بيقدره وبيحترمه كتير من اهله خلاص احنا هنروح لحد بيقدره وبيحترمه ويكلمه على انه سنه وما بقاش يستحمل انه هو يفرط في ده وقد يكون هو وصل الى انه خلاص انا جاي دلوقتي ان انا عصلي دلوقتي تابو اللي فاتني من الصلاوات نقول له حاجة بسيطة خالص انت صلي الصلاة اللي عليك وصلي مع كل صلاة صلاة وبس نعملش حاجة تانية غير كده طي يقول لي طيب ايزا حصل بقى ان الصلاة اللي فاتتني دي كانت كتيرة وما الحاجة تصليها وربنا ازن بالرحيل ولا حاجة ربنا يتحمل عنه ان شاء الله ده ويتوب عما فاته من الصلاة ان شاء الله يبقى حاجتين نجيب حد يكلمه ونقول له الفاتوى اللي احنا قلناها ديته عشان الامر يبقى سهل عليه ويقدر يصلي ام يوسف تتفضل السلام عليكم عليكم السلام عليكم تتفضل يا ام يوسف اه زي حضيرك عم الشيخ فضل ونعمة الحمد لله دايما يا رب ما عليش انا كنت عايز اتكلم مع حضيرك في الموضوع اللي حضيرك بتتكلم في النهار ده برضو انا جزي نفس النظام مثلا انا كنت في الاول عيش في بيت عيلا ان انا كنت انت انت تكلمني غلط لا لد منزلوا ان انت تكونوا وحش قدامهم نبدو ليا بعد كده حضرتك بقيت ايه يعني فهمت ان انا لا ما ينفعش ان انا افضل كده لا لازم ان انا ايه ازيله برستيجه قدام اهله يعني المعاملة تحاولت ايه لسي سيد كده بالضبط يعني فطبعا ايه حضرتك يعني زي ما بيقوله زي ما بيقوله كده يا خلاص هو شاف نفسه وتمرع يعني ايوة بقى حضرتك نفسه يعني كالما هو ده اللي حضرت بقى يعني اللي قدامهم اه يعني مش عايز اقولك حتى الاطفال الغيرين بقى جيهم كلمة عني انتو ملتوش ان انتو كلمة حاجة ما تدخلش في حاجة لدرجة ان انا ما معرفش عنه وظيء بطقيه مع اه يعني مثلا ممكن احاولش مع اه مع سلساتي وما ممتو اتعرف عنه كل حاجة طيب السؤال سؤال كيفين يا امو يوسف السؤال حضرتك دلوقتي ان انا يعني وصلت بنا اللي يعني ايه يعني اللي هو خلاص ده اللي هو يعني ذاتي خالص ونفتح وصراحة ما بقيتك ادخل فاحنا خرجنا بره رفيز تمام خرجنا بره بيت العيلة وبعدين اه انا دلوقتي بقى هو قال لي لأ انا اتجاوز تاني مش اتجاوز تاني طب ايالك اتجاوز تاني اه فانا دلوقتي يعني انا بتسأل ان هو اقول لي ما يجي يطلوبني انا صراحة مش قادر ان انا يعني ان انا يعني ان انا مثلا اه ادلي اللي هو عايزه طيب 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 خليني بس اسألك سؤالة هو دلوقتي انت مش عايزة اه تعملي يعني مش عايزة اه يكون في علاقة خاصة بينك وبينه طيب ليه لان هو بي ازيكي بحاجة ايوه حضرتك انا بقول لك يعني هو صراحة ازاني كتير اولي ايه بقى طيب حضرتك بقول لك ان انا يعني محاني من قدام اهل خالص طيب طيب واوة كزاني حاجة تانية حضرتك حضرتك بتقول لي مش قادرة مش قادرة يعني 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 انتي لو يعني انتي نفسيا مش قادرة او نفسيا مش قادرة عامل ده فهو هو مش يعني بصص الكل والايه حقوقه ما كيش قادرين واجبات وبصص بيها طيب انا اقول لحضرتك تعملي ايه ماشي معلش سؤال كمان بس صدري بسرعة ايه والتفنين دول مش بيصالوا وانا بحاول بيقول لي الامكان ان انا خليهم يصالوا بصصوه ما وعندهم سنة كم اه يعني خمس سنين وثمان سنين دول هيتدربوا دول هيتدربوا الاس وم peptلووش انتم ايه حاول تدربيهم ان شاء الله رب نسهل وان شاء الله اول ما بلوغه ان شاء الله هيصالوا بس عاوديهم عاوديهم متحب عاوديهم مش انهم ناس خلاص انت فشلت في تربياتهم لا ابدا ابدا دولها في محل التعويض دلوقتي عوديهم عوديهم وإن شاء الله ربنا يكرموا وإن شاء الله وإصالوا بالنسبة للسؤال زوجة حاليك أنت ما لحكيش حق أن أنت تمتنع عنه لكن أنت بتقولي أنا مش قادر النفسين تعملي إيه بقى؟ تيجي واحدة واحدة بس أنت دلوقتي زوجك في علاقة مضطربة بينك وبينه سبب العلاقة المضطربة بينك وبينه أنه هو أنت سيبته بيت العيلة ممكن يكون بيحاول دلوقتي أنه هو يبيلك أن بيت العيلة كان أحسن بطريقة مخطئة أنت حاولت يحسني إليه إحنا عندنا في الشرع ليس من أساء إلينا علينا أن إحنا نسيء إليه ولكن من أساء إلينا علينا أن نحسن إليه هتقولي مش قادر مش هقولك تعالي على نفسك لكن أنت أنت محتاجة أن أنت تعيش كزوجة أنت بدل من أنت بقرر أن أنت تكملي معاه يبقى أنت لازم تعيش كزوجة لما تعيش كزوجة ده بيعيد عليك بفوايد كتيرة جدا جدا من جزء اللي بيعيد عليك بفوايد أن أنت تحس أن أنت إنسانة متزنة وما ظلمتيش حاجة تانية اللي أنت تحسي ببساطة خالص أن أنت ما زلت مرأة فالذلك أنا شايف أن أنت ما تمتنعيش وامتناعك ده مش هقولك ملكيش حق لكن امتناعك ده هيأثر سلبيا على نفسك أنت تعملي إيه بقى؟ تبتدي تعودي معاه وتتحوري معاه وتتكلمي معاه وتبتدي تغيري شوئتين ثلاثة في علاقتكم مع بعض ده لما يحصل إن الله لا يغيره ما بقوم حتى يغيره ما بأنفسه التغيير يحصل في النفس وإن شاء الله ربنا يكرمنا ونخرج من الحالة اللي إحنا فيها دي يا سيدة إحنا نتكلمنا النهاردة واضح إن الكلام النهاردة كمان عن الأزواج المستقلين كمان بيتكلم في صلب الحياة اللي إحنا فيها دي فإحنا عايزين نشوف الحلقة ونهتم بالإجراءات اللي إحنا قلناها دي لإن فيه كتير من الناس هم أزواج مستقلين أزواج كبار أزواج نجوم وهم مش عارفين كده محتاجين إن هم يراجعوا يبطلوا انتقاد ويتحاولوا يخرجوا أحسن ما في أزواجهم وأحسن ما في زوجاتكم لإن دوت هو اللي هيخليكم تروا الإحسانة من الله ومدد الله في بيوتكم وهو بينزل بالموادة والرحمة والسكينة يا رب إليمنا رشدنا وجعلنا قادرين بمددك يا رب العالمين أن نخرج أحسن ما في أزواجنا ببركتك وبرحمتك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين أكرمنا بمددك ويسل لنا بيوتنا واجعلنا في مددك دائما يا رب العالمين ترجمة نانسي قنقر